بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الوحدة الثالثة الدرس الأول في هذا الدرس سوف نتعرف على مفهوم الحاسب الآلي ومكوناته العامة الحاسب الآلي نستطيع تعريفه بأنه جهاز إلكتروني يقوم باستقبال المدخلات اللي هي الامبوت أو البيانات وثم يقوم بعملية تخزينها داخليا ومعالجتها بهدف الحصول على النتائج المطلوبة أو ما تسمى بالمخرجات الأوت بوت طبعا من خلال التعريف السابق نستطيع أن نحدد وظيفة الحاسب الآلي التي هي عبارة عن معالجة البيانات أو الديتا بروسسينج وتعريفها هي مجموعة من الإجراءات والعمليات المنطقية والحسابية على البيانات بهدف الحصول على نتائج معينة أو معلومات طبعا في هذا الشكل وضحنا آلية معالجة هذه البيانات لدينا بيانات معينة ومن ثم نقوم بعمليات معالجة على هذه البيانات بهدف الحصول على المعلومات المحددة هنا نتحدث عن الحاسب الآلي كنظام هو عبارة عن مجموعة من الأجزاء المرتبطة ببعضها البعض بهدف تحقيق مهمة معينة وهي معالجة البيانات وسوف نتعرف على هذه الأجزاء بشكل عام كما تشاهدون وهذه الأجزاء أولا المكونات المادية الهاردوير ثانيا المكونات البرمجية المكونات المادية كما تشاهدون ما بداخل السندوق من مكونات وتشمل وحدة المعالجة المركزية أو CPU وحدة الذاكرة الرئيسية وحدة الذاكرة الثانوية وتشمل الأقراص الصلبة الفلابي ديسك والسيدي رو بالإضافة إلى الفلاش وحدة الإدخال والإخراج ويتم توصيلها بالمنافذ الخارجية للنظام من الأمثلة عليها لوحة المفاتيح الماوس وكذلك السماعات بالإضافة إلى المكروفون شكرا لكم وألتقيكم في الدرس الثاني